هل يجوز لبس الفضة للرجال كالسلاسل والخواتم والأساور؟ الجواب الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحاحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي فضة كما يباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة وهي ما يجعل على طرف قبضته لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال كانت قبيعة سيف رسم لله صلى الله عليه وسلم فضة وكذلك اتخاذ منطقة مفضدة على رأي بعض العلماء بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلات بالفضة أما ما عدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية وأدنى أحوالها التراهة عند آخرين أما اتخاذ الرجال السلاسلة أو الأصابر للزينة فإنه لا يجوز سواء كانت من الفضة أم غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره لما فيه من التشبه بالنساء فكل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء وكل ما اختصت النساء به شرعا أو عرفا منع منه الرجال قال النووي في المجموع شرح المهذب قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسواري والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمهما وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفا هو ورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل